اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة دعم مسارات التعاون المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بما يصب في تحقيق اهداف التنمية الشاملة وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات المالية والاقتصادية مشيدا بعمق العلاقات الاخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تعكس اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء معاليه على هامش مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في المملكة العربية السعودية معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة حيث ثمن معاليه مواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة لتقدم وتطور المملكة على كافة المستويات مشيرا إلى أهمية المضي قدما لفتح مجالات أرحب من الشراكات بين البلدين بما يسهم في زيادة وطيرة النمو الاقتصادي لتعزيز مكانة المنطقة إقليميا لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وتم خلال اللقاء استعراض سبول دعم التعاون المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي في الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك